والله غالبٌ أي الله يستطيع أن يصل إلى مراده أحب الناس أم كره وهذه الآية تشير إلى قوة الله وإلى حكمة الله سبحانه وتعالى والله غالبٌ على أمره أراد إخوة يوسف كما يقول الحكماء أراد إخوة يوسف أن يقتلوه فغلب أمر الله عليهم فلم يستطيعوا أن يقتلوه والله غالبٌ على أمره أراد إخوة يوسف أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله فغضب عليهم أبوهم وضاق عليهم صدر أبيهم والله غالبٌ على أمره أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء وبالقميص الذي عليه دم الكذب فغلب أمر الله فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبرٌ جميل أرادوا أن يلفتوا قلب أبيهم إليهم فغلب أمر الله فغضب أبوهم عليهم أرادوا أن يزيلوا حب يوسف من قلب يعقوب فغلب أمر الله فامتلأ قلبه حبًا وشغفًا على ولده أرادوا شيئًا وأراد الله شيئًا والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كم من الناس اليوم أيها الإخوة من يحاول أن يوقع بالإسلام من يحاول أن يطفئ نور الله بفمه كما ذكر القرآن الكريم والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالبٌ على أمره الإخوة جعلوه في البئر والسماسرة باعوه عبداً والعاشقون ألقوه في السجن والله غالبٌ على أمره أرادوا أن يرجعوا بعده قوماً صالحين فيتوبوا فمنعهم الله من التوبة وأصروا على ذنوبهم حتى مثلوا بعد سنواتٍ بين يديه معترفين بذنوبهم والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما الشيء الذي نستفيده من اسم الله الغالب الله من أسمائه الغالب قال اسم الله الغالب يعلمنا الثقة بالله عز وجل فإذا شعرنا بالضعف وإذا شعرنا بالهوان جاءت هذه الآية لتثبت الثقة فيما بيننا وبين الله عز وجل والله غالبٌ على أمره اسم الغالب يعلمنا الأمل بالله عز وجل مهما ضعفنا ولو وصلنا في مراحل الضعف إلى أن نباع كالعبيد كما بيع يوسف عليه السلام فلعلها بداية التمكين والله غالبٌ على أمره فاسم الله الغالب يعلمني الثقة اسم الله الغالب يعلمني الأمل بالله عز وجل وأنه إذا أراد شيئاً وصل إليه اسم الله الغالب يعلمني أن أعمل في كل الظروف ولو كانت الظروف صعبةً معقدةً من الداخل والخارج والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يجب على كل مكلفٍ أن يعلم بأن الله هو الغالب على الإطلاق يجب على كل مكلفٍ أن يعلم بأن الله هو الغالب على الإطلاق فمن تمسك به كان هو الغالب ولو أن جميع من في الأرض له طالب نحن ضعاف والله غالب إن تمسكنا به كنا غالبين ولو كان كل من في الأرض لنا من الطالبين ولو طلبونا ليذلونا ليضعفونا أنت تمسكت بالغالب فأنت غالب والله عز وجل يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون مهما حاولوا أن يحكموا قبضتهم مهما حاولوا أن يخططوا إن تمسكنا بالله عز وجل الله عز وجل يقول أم أمبرموا أمراً فإنا مبرمون هم يكيدون كيداً ونكيد كيداً ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين يجب على كل مكلف أن يعلم بأن الله هو الغالب على الإطلاق فمن تمسك به كان غالباً ولو أن جميع من في الأرض له طالب ومن لم يتمسك به كان مغلوباً وفي حبائل الشيطان مقلوباً والله عز وجل يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً كتب الله لأغلبن فمن تمسك بالله غالب إن كيد الشيطان كان ضعيفاً فمن تمسك بالشيطان كان ضعيفاً فالزم يديك بحبل الله معتمذاً فإنه الركن إن خانتك أركانه يسوق الله عز وجل لنا هذه الآيات كي نتعلم الثقة من جديد بيننا وبين الله عز وجل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه هذا الذي سيمكن أطعميه هيئي له متكأ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون